ازدل الستارة على فعالية جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب 24 ساعة التي اقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لالعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة والتي شهدت مشاركة 42 روائيا يمثلون الشباب من مملكة البحرين والدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية والذي يأتي ضد مبادرات خالد بن حمد لدعم الشباب في المجال الثقافي وقد اعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بما شهده سموه من تحدي كبير من قبل المشاركين من شباب مملكة البحرين ومن شباب دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في هذه الجائزة والذي اكد رغبتهم الجامحة وجغفهم الواضح على خوض هذا التحدي لكتابة رواية في 24 ساعة مضيفا سموه ان ذلك كله عكس ما يتمتعون به من مخزون ادبي وثقافي لكتابة الروايات والذي ساهم بحد ذاته في نجاح هذا التجمع الثقافي الخليجي وقال سموه اننا نفخر بالطاقات الشبابية البحرينية والخليجية التي شاركت في هذه الجائزة والتي برهنت على امتلاكها لقدرات ثقافية وادبية كبيرة ترجمتها هذا التحدي الذي وصل عدد الكلمات فيه الى حوالي اكثر من نصف مليون كلمة فقد استطعت هذه الجائزة خلق اجواء من الحماس والاثارة والندية بين المشاركين والتي ساهمت بدورها في تحقيق الاهداف التي رسمناها لتعزيز كتابة الروايات في مجتمعنا بدول المنطقة والتي تعتبر واحدة من الوسائل التي تعبر عن الثقافة التي يمتلكها الشباب والذي بدوره يدفع لإيجاد جيل من الشباب قادر على المواصلة والعطاء في هذا المجال والجانب الأدبي وعرب سموه عن تهاني للمشاركين الذين استطاعوا أن ينهوا كتابة الروايات وأن يبرهنوا من خلالها على قدرتهم الكبيرة في التأليف ورص الأفكار والإبداع في نثر المفردات الممزوجة بالخيال والمرتبطة كذلك بالكم الكبير من المعرفة الثقافية والأدبية والتي استطاعوا من خلالها أن يقدموا مجموعة مختلفة من الروايات وأشهد سموه بالتنظيم المميز لهذه الجائزة وبالدور البارز الذي لعبته اللجنة المنظمة واللجان العاملة لإخراجها في أبهى حلة وتهيئة الأجواء الملائمة للمشاركين لخوض هذا التحدي والذي أسهم بدوره في تنفيذ توجيهات سموه الرامية لإنجاح هذا الحدث مقدرا سموه التعاون الكبير من الرعاوة والمساهمين لدعم إقامة هذه الجائزة شاكرا سموه في الوقت ذاته جهود وسائل الإعلام المختلفة لتغطيتها المتميزة لفعالية الجائزة شاكرا سموه في ال espresso